ينضم إلينا من بغداد فلاح المشعل وهو محلل سياسي أهلا بك سيد فلاح يبدو أن الموقف العراقي إزاء الملف السوري أخذت تحولا كبيرا يعني بعد إدانة طبعا وزارة الخارجية القصف الكيميائي على خان شيخون وأيضا طلبات أو طلب زعيمة هاري الصدري منه ودعوته دعوة بشار الأسد بالاستقالة هذا التحول يعني الكبير في السياسة أو التوجه العراقي بشأن الأزمة السورية هل يمكن أن نقول أن الموقف العراقي هذا يتبلور بما يتناغم مع الموقف الأمريكي تجاه بشار الأسد وأيضا إيران نعم شكرا جزيلا لك ولمشاهديك الكرام أقول فعلا الموقف الحكومي العراقي تحديدا هو مع التوجه الأمريكي في المنطقة وفي العلاقات الدولية وخصوصا الموضوع يعني تبلور بعد مجيء ترامب وطرح المشروع الترامبي ولقاء السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ولقاءه مع الرئيس ترامب والاتفاق على خطوط تعاون ومصالح مشتركة عديدة سواء في الاقتصاد أو في مكافحة الأرهاب أم في إعادة تأهيل وتقوية الجيش العراقي وتخليص العراق من الكثير من المشكلات التي تحيط به خارجيا أو أقليميا وكذلك في تنظيم الصف الداخلي هذه من ناحية إدانة الضربة الكيميائية للشعب السوري من قبل النظام الآن حقيقة يعني بيان الخارجية بيان يعني ضبابي هو يدين الضربة يعني استخدام الكيميائي من جهة وبنفس الوقت هو لا يحدد مسؤولية من بينما الروس والأمريكان حقيقة يعني يعني أمريكا تتهم النظام بأدلة وصور جوية وغير ذلك وروسيا التزمت الصمت ولم تعترض على الاتهام الأمريكي نعم لكن يعني يعني دعوة السيد يعني فيما يخص فرضية الضغوط الأمريكية على العبادي هذه الضغوط أتت بعد لقاء السيد العبادي ترامب وذلك تلقي اتصال من ترامب وأيضا من نائب ترامب أيضا وأيضا لقائه كبير مستشاري البيت الأبيض يعني جاريد كوشنر إذن ربما تمارس واشنطن هذه الضغوط لإبعاد الشبح الإيراني المخيم على السلطة في العراق أليس هذا واردا؟ نعم هذه واحدة من المبادئ التي يشتغل عليها ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة والأمر أصبح واضح حقيقة في خطاباته وفي البيانات التي تصدر وحقيقة السيد العبادي ملتزم بهذه المبادئ العامة لأن العراق اليوم يحتاج إلى حماية من أمريكا يحتاج إلى دعم من أمريكا يحتاج إلى تنمية المصالح الاقتصادية العراق يعاني من أزمات كبيرة وخانقة أزمات وجودية كبيرة لم تتدخل أمريكا تدخل عملي وواقعي فهذا يعني أن العراق يمتجه إلى الانهيار الكامل أيضا أمريكا حقيقة حركت الدول الجوار الخليجي يعني في دعم العراق زيارة الجبير ولقاء السيد العبادي في متمر القمة مع الملك السعودي العاهل السعودي هو أيضا خطوة للأمام باتجاه إعادة الوضع العراقي إلى حالة الطبيعية فهذا الأمر حقيقة لا يمثل ضغوط بقدر ما يمثل مصالح العراق أيضا يتطلع لها لأن بعد خروج أمريكا نشط الأرهاب واستفحل وأسقط مدن عراقية كاملة وهدد بغداد وهدد العملية السياسية برمته من هنا فأنت تحتاج حقيقة إلى مضلة دولية طالما أن المنطقة هي تخضع لصراع الأقطاب الدولية نعم بالحديث عن يعادة العراق إلى محيطه العربي ما هي العقبات التي تواجه العراق للعودة بهذه الخطوة بعودة العراق إلى المحيط العربي يعني ما هي الضغوط التي يجب أن تمارسها أمريكا حتى تتخلص من السيادة الإيرانية نعم هو حقيقة يشوف العملية السياسية في العراق عمليات محاور أو تهيمن فيه المحاور السياسية هذه المحاور صارت منقسمة على بعضها الكردية والشيعية والسينية أيضا لو جئنا إلى الكتلة الشيعية والتحالف الشيعي هو الآخر منقسم باتجاهين البعض والي إيران يتبع ولاية الفقية والبعض الآخر لا متحلل من هذا الموضوع يعني ويتجه بالاتجاه الآخر وكذلك الحال تجده لدى الكرد أما المحيط السني الآن يتطلع حقيقة إلى توثيق العلاقة بأعلى ما يمكن مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد خلاص نهائي من الوضع الذي عاشوه خلال السنوات الأربعة عشر الماضية هذا الأمر حقيقة اليوم يجعل من أمريكا لاعب فعلي وقوي في المنطقة أما سيد العبادي فهو حقيقة أيضا يخضع إلى الجذب والشد أو الشد والجذب لأنه هناك أطراف شيعية عراقية فاعلة وقوية ومؤثرة في الساحة تضغط باتجاه تعزيز العلاقة أكثر مع إيران والوقوف بوجه أمريكا وهذا الأمر حقيقة يحتاج إلى سياسة رشيدة وحكيمة وهوئيدة في تفكيك هذه المشكلات وتقديم مصلحة العراق أولا نعم سيد فلاح بالحديث عن الكتل أو الأحزاب السياسية منها من يوالي إيران ومنها من لا يوالي اليوم الحديث عن دعوة السيد مقتدى صدر لبشار الأسد بالاستقالة هل يمكننا فصل هذا الموقف المفاجئ لسلسلة من الخطوات هذه الخطوات التي مهدت لاحتكار حزب الدعوة رئاسة الوزراء في العراق يعني هل ربما سنرى رئيس وزراء صدري في السنوات المقبلة يعني نحن نكون واقعيين التيار الصدري تيار عريض وواسع وتيار شعبي كبير وينتشر من الشمال إلى الجنوب ولعله يمتلك القاعدة الشعبية الأوسع حقيقة والبرنامج الإصلاحي الذي تقناه سيد مقتدى الصدر منذ سنة ونيف في تغيير والبحث عن حكومة التكنقراط ومحاربة الفساد وطرح برامج عملية حقيقة يعني لإنقاذ العملية السياسية منها مثلا تبديل واستبدال مفوضية الانتخابات تعديل قانون الانتخابات وتعديل السلطة القضائية وأصلاحها هذه كلها حقيقة أمور طبيعية تجعل من الطبيعي جدا أن يتوجه السيد مقتدى الصدر للرئيس بشار الأسد أن يستقيل لكي يحمي ما تبقى أو ينقذ ما يتبقى من سوريا سوريا قدمت الملايين من الضحايا من القتلى ومن الجرحى من المهنجرين من الضاعين من مقابر البحار يعني سوريا تحولت إلى مقبرة كبيرة فهنا يعني مرجع سياسي وإسلامي مثل سيد مقتدى الصدر يعني لا يمكن إلا أن يترجه بالنصيحة رغم أنها جاءت متأخرة يعني بعد ست سنوات من الدمار الشامل في سوريا لكن هو أن تقول متأخرا خيرا أن لا تقول نعم المحلل السياسي فلاح المشعل كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك